ماذا تحقق من اتفاق ستوكهولم العالق بين مساعي إحياء السلام في اليمن وإنهاء الحرب وبين استمرار خروقات وعرقلة الحوثيين لتنفيذ بنوده في الحديدة لا جديد على الأرض منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ غير توقف عمليات القوات الحكومية فيما معاناة المواطنين وانتهاكات الحوثيين مستمرة مواقف الشرعية من أداء غريفت الذي يمتنع عن تسمية الحوثيين كطرف معرق للاتفاق لم تعد خافية عضو وفد الانفاوضات الحكومي وزير الثقافة مروان دماج كشف في منشور له على الفيسبوك أن مسودة الترتيبات المقدمة من المبعوث الأممي تخدم ميليشيا الحوثي مؤكدا أن أداء غريفت بخصوص الحديدة يؤثر بشكل سيء على فرص الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة فيما حتى البرلمان في جلسته الختامية الحكومة على عدم إجراء أي مشاورات قبل تنفيذ اتفاق السويد انحياز أممي وتهرب من إعلان فشل اتفاق السويد وفرض عقوبات على الحوثيين الذين تجاوزت عرقلتهم التنصل من تنفيذ بنود اتفاق السويد إلى الاستهداف المتكرر لمقر اللجنة المشتركة بصواريخ حرارية دول التحالف تلتزم الصمت حيال ما يجري وغريفت واصل الحديث بإيجابية عن إحراز تقدم في الاتفاق الذي لم يحقق أدنى متطلبات بناء الثقة بين الأطراف ففي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أكد غريفت توصله إلى اتفاق وهي المرة الرابعة التي يعلن فيها التوصل إلى اتفاق وفي كل مرة يصد متفاؤله بتعنت الحوثيين وزير الخارجي خالد اليماني أعرب عن أمله بأن تكون التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي مبنية على التزامات وتعهدات من طرف الحوثيين مؤكدا أن الميليشيا لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم التزاماتها داعيا إلى استمرار الضغط وإرسال الرسائل المهمة لكل مكونات المجتمع اليمني بالتوحد لهزيمة المشروع الحوثي أربعة أشهر إذن ولم يستطع غريفت إحراز أي تقدم واختراق في مساعي السلام في حين تتفاقم الحالة الإنسانية وتتسع رقعة استفهامات الانحياز الأممي للميليشيا على أكثر من مكتوى